وصل في الأيام الماضية فريق طبي من دولة كوبا إلى مدينة أمجرس حاضرة إقليم إنيدي شرق حيث تهدف هذه العملية إلى دعم وتقديم الدعم الطبي داخل المستشفيات والمراكز الصحية هناك مريم عبد الرحيم بهدف دعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة والمتمثلة في توفير كافة المستلزمات التي يحتاجها المرضى من ناحية الجراحة والتوليد والتخدير خاصة في المستشفى المركزي لمدينة أمجرس لذا قام المندوب الإقليمي للصحة العامة بإقليم إنيدي الشرق جانباتيس وبرفقته الطاقم الكوبي الجديد الذي حضر خصيصا للعمل في المستشفى المركزي لمدينة أمجرس ومن هذا المنطلق الأمين العام للولاية جيرار جيراسيم قدم شكره لوزارة الصحة العامة لهذه الخطوة الفعالة والتي من شأنها ستعود بمردود إيجابي للمرضى المندوب الإقليمي للصحة جانباتيس طلب من كل المواطنين اتخاذ كافة التعليمات من أجل الحصول على الصحة التامة عقب ذلك قام الطاقم الطبي الجديد والمسؤولين بجولة في داخل المستشفى المركزي لمدينة أمجرس للإطلاع على كيفية سير العمل والبدء في مزاولة عملهم بطريقة رسمية ترجمة نانسي قنقر